فاحنا النهاردة هنتكلم على ادارة شؤوني البيت والحاجات اللي انا محتاجاها منك تعمليها سابق بقى في التنظيف في التفريز في اعمال اليوم والليلة روتيني اليوم والليلة وورد الاعمال سواء الايمانية او التانية ده كده خطوطه عريضة فاعزة منكو ورا وقلم منوكو سواب او تصوري سكرينة للحلقة للشاشة اللي انت بتتفرجي عليها من موبايل او لاب صوري سكرينة للشاشة عشان الكلام اللي انا هقوله دوت تصوريه وتعمليه وتعمليه النقاط اللي انا هقولها بس في البداية بصوا بقى ايه اللي بيحصل عادة ان شاء الله ما يكونش كل البيوت كده لكن عادة في البيوت تبصي تلاقي استتارة تشالت قبل رمضان السجادة تشال الشقة كده تحس ان هي شقة قرعة انا بسميها جدا باش اي حاجة حتى الاستعداد النفسي لموضوع الصلاة والدنيا جميلة ومرتبة وبتاق لا لا على العيد علي معين هو ده الشر المفروض نفسيتك فيه اصلا بتبقى مستقرة ومرتاحة وانتي عندك مثلا مش بس ركن الصلاة لا البيت كمان بحاله والدنيا بتعمل ايه والدنيا مقلوبة وبعدين يقوم جاي مسكين اخر اسبوع ولا اخر اربع خمسة ايام قدي تنضيفه اللي قابليها ما عرفش الكحكة واللي قابليها المرأ والكلام اللي انت اقول لك عشرة مرأ وعشرة خلق وعشرة حلق الحلق الكحكة وبعدين الخلق هدوم العيد والعزومات في البداية واحنا اللي مش عايزين الكلام ده خالص انا عايزكي تبقى منظمة واخدى استفادة من الوقت مش دابل طيب لا وتريبل كمان انا عايزكي مستفيدة باقصى انواع افاكرين قاعدة تمانين عشرين اللي شرحناها قبل كده بتعملي يعني عشرين في المية من المجهود فقط معاه اكتر من تمانين في المية من الانجاز انت محققاه وعايزة الامور دي ما يبقى سببلكيش ضغط بالعكس انا عايزكي نفسيتك في رمضان تبقى جميل عشان كفاية لهم كفاية العيال وابوهم يعني لأ انا عايزة نفسيتك مرتاحة وانت ذات نفسك مستقرة ما انتش هامل ايه ومش هارف ايه نقوة تحط دلوقتي يعني حاجات خاصة بالاسابيع وحاجات خاصة بالايام بحسته يا بنتي عندك وقت ده مستهدى في الحلقة يبقى عندك وقت ومرتاحة نفسيا ومعندكش ضغطة سواء بتشتغل او عندك عيال او ما بتشتغل انا عايزة اقول لكم اللي عندها عيال دي بسبعمل شغلانة وفي نفس الوقت انا قلبي فاضي قلبي قلبي مستعد للعبادة مستشرق للعبادة ارجع التانية اقول الامر دوت فيه ناس بتعملوا من الاول شعبان لكن عادة الناس اللي بتم التفريز اللي احكي لكم اللي بقى على اقل النص التاني مش عبان عشان بتبقاش اللحمة اتخزنك كتير في التلاجة وهكذا ايه على حسب المقدرة وقول لنا على حسب مقدرته وانت بتعمل خليني اشرح معاكم الحاجات اللي انا عايزة اشرح لكم ان شاء الله يا ربي كده احنا ابتدي بجدول التفريز زي ما انتو شايفين كده اهي الشاشة هي عليه عشان تقدروا تشوفو الجدول ده اللي هو جدول التفريز ايوان شكرا شفتوه كده قالوا بقى ايه نشرحه كده مع بعض ونقول هنعمل ايه انا احط طبعا اللوحة قدامي زي العظيمة كده واشرح لكم جدول التفريز انا عندي حاجات المفروض ان انا على الاقل بعملها في رمضان او قبل رمضان انت عايزة تبدأ من الاسبوع الجاي خميس وجمع مثلا وتبدأ اي خير وبركة دي ايلالك النهاردة عشان تحضر الحالة عندك الخضار ادي تنظيفه ودي تكيسه ودي تفريز خلاص ادي الكيسة دي الوجبة دي وجبتين دي تلات وجبات انا عاملة ودي كده الخضروات النقطة التانية عندي مثلا ايه ايه موضوع فيه ناس بتقطع مثلا ادي بقدونس ودي شابة مفروم مش مش عارفة ايه حلو لو انت بتقدر تعملي كده وتعمليها في قلب وتشيل الهوى فيها في كياس التفريز المخصوصة بتاعتها تمام فيه كمان عندي التوم مثلا فيه ناس بتقوم جاء تفرماو وحطاها كده في كياس متقسمة زي عارفين زي المكعبات بتاعت المكعبات بتاعت المية بتاعت التلج بتاعت الفريزر فيه ناس بتعملها كده وبيطلع او ان هي على حسب كياس صغيرة دي الطبخة دي طبختين وفيه ناس لأ تقولك لأ انا مش هفرومو انا ولا هفرحطه في الفريزر لأ انا بس هقشره وحطه في برطمان وحطه يبقى بس استخدام الشهر اللي انت عايزها من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزاك تفرزيها موضوع الطبق الرئيسي اللحوم بصي ادي عندك مثلا البنين ادي عندك متبل ومحتوط يلا ادي واجبة عندك مثلا الفراخ المتبلة اما هتتشوي اما هتطلع تتقطع يعني حسب برضو متبلة ومحتوطة عندك مثلا اللحمة مثلا المفرومة والناس وده عايز اقولك ان دي يعني بتخش في حاجات كتيرة جدا انت قوم جامعة السجاعة وحطاها وحطا اللحمة مش عارفة الطريقة معينة ومكيساهم مكيساهم هتعملي بيها دخل على المكرونة بشاميل اوكي هتعمليها مش عارفة المهم يبقى حاجتك دية موجودة وبتخش هتعملي الكسب البشاميل عليها اللحمة المفرومة المهم يبقى التكييسة بتاعتك ذات نفسية موجودة الاسكالوب تمام نفس الكلام متتبل ومحطوط يا دوبك بس على الحاجة انا عايز اقولك ان الحاجات دي موجودة بعملها وبطلح والله بالصدق بصدق لو الحاجة موجودة ومتفرزة بتتعمل نص ساعة تماما في المبلغ هتقولي حتى فيها الاسكار وانا جايب انا ما عنديش وقت انا قاعدة من العصر المغرب وجاية وخلاص وده بغتي وعملتي ومش قادرة وجايبها الحاجة من اولها ومش عارفة راحة فينه وجاية منين ما انتش قادرة خلاص لا قادرة تقومي يصلي مغرب ولا كلتي وفترته ولا قادرة تقومي يسجيبي تراويح ولا كلام ليه لانك انهاجتي نفسك اكتر من 3 ساعات في قلب المبلغ الكلام ده من الصح وخلي بالك منه من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزاك تعمليها اه مفتك اللحمة الكفتة المحطوطة جاهزة ومتكيسة برضو زي ما بقولك ساعات بنعملها في كياس وتفلي على كل كيس يعني بمسدس شمع او بمجرد تسيح كده بحيث ان يبقى ده واحد اثنين ثلاثة اربعة زي برا يعني اي حاجة او بورق الزبدة وتحطيهم فوق بعضه وبعدين تبتدي تفوكيهم ايا كان ايا كان بورجر الفراخ بورجر اللحمة بتعمليه وهكذا انا عايزا اقولك مرة انا قلت اللام مرة كنت بشح المحاضرة ديت من حوالي من 10 سنين كده بدين اختاريت لا 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 ايه ده انا حاعد اعمل كده مين يا جماعة عندها استعداد تام جدا وفتح لها المشروع ديالات تجاري بحث واحدة قالت انا اعمل لكم الكلام ده طب كم واحدة عايزين اه احنا كم موجودين 53 الاختة موجودة طب تمام يبقى انا هعمل الحساب ده يلا اخذي كده هتاخذي نسبة انها وكسبت كذا يلا بينا خلاص احنا لا نعمل ولا بتاعه ولا دهن فيه والله فيه ناس بتعمل دلوقتي وانتي بتتعامل معهم خير وبرقة في واحدة لازم تعمل بأيديها المهم انا المستهدف عندي النهاردة ان انا توفر الوقت عشان ما تنهكيش وتبقي خلاص بقى عارفين انت الجلوجوس راح في اخر خلاص ساعتين ثلاثة وهبطانا وما انتش قادرة تقول لأ انا عايزاكي وعية ووقت قليل ومجهود قليل وفي نفس الوقت النتيجة موجودة وانا فيق لعباتي وفيق الترويح عشان بكرة هقولي الكلام مهم جدا بكرة احنا نقول هنعمل ايه فمن فضلك انا عايزاك تركزي في الكلام ده برضو كفتة اللحمة اللي انت بتعمليها كل الحاجات دي من ضمن الحاجات برضو اللي تتفرز الناس بتعملها الصلصات ماشي ماليش اسمعوني النهاردة احنا النهاردة في المدى ماليش بتعودين عليا بالكلام ده بسه او يلا يعني نساعد بعض على الله سبحانه وتعالى يعني يفيد بنوتها لسه مخبلة جديدة يفيد بنت مع اهلها يفيد زوجة جديدة ده شيء طيب نادي الله سبحانه وتعالى يا رب رزقنا الصدق والاخلاص الصلصات عندك حاجتين طبعا موضوع التسبيكة ده يعني انا ما بحبزوش عشان مش قصين كولوسترول ولا قصين دهول ولا الكلام ده يعني والنايف نايف خير بس يكون الصلصة موجودة اللي بتمطم العادية وانت ضربها وعملها وخلاص غلية وبتدي تكيسي على حسب كل واجبة انت عارفة ده مقدار الصلصة بتاعتك او حاجة جميلة بقى تحفة جدا يعني تحفة جدا جدا يعني اظن في ناس كتيرة لو انت بتعمل حتى الخطوة التانية الخطوة الاولى الصلصة المحاشي صلصة المشي بتعود تعملي وبعدين البصل وبعدين مش عارفة تعملي ايه ساعتها مش دعا بقى من العصر انت قاعدة من الظهر في المحشي اللي هو واحدة وانتهت الكصة الصلصة المحاشي اللي هي بتبقى عليها الخضراء بتاعتها التسبيكة بتاعتها عاملة ومتيسة وعملة وانت بتبقى عارفة انا هعمل مثلا في اليوم الفلاني جاد والكذا فانا هيبقى عندي بتاع اربع مرات او خمس مرات مثلا محاشي اشان هنوع كذا دي وراء عينب ادي مش عارفة ايه المهم ان انت فهمها هتعملي ايه وتقومي جاية مكيسة دا ومكيسة دوت وده شيء مهم جدا جدا خاصة لتوفير الوقت يبقى الصلصة الطبعية اللي بتتحط في اي حاجة دي مكرونة دي مش عارفة صنية البطاطس ادي جازة والصلصة التانية اللي هي التسبيكة بتاعت المحاشي تمام كده عندي دا جدول التفريز اشتركوا في القناة